شهد قطاع التعليم بعد إقرار مثاق العمل الوطني نقلة نوعية كانت لها آثار إيجابية على العملية التعليمية التربوية مما جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة القادرة على مواكبة المستجدات العالمية في المجال التعليمي نعم جاءت مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في مختلف المجالات لتكون إحدى ثمار هذا الإنجاز الوطني التعليم والثقافة خطان متوازيان في نهضة الشعوب وتطورها وتقدمها ومن هذا المنطلق كفل ميثاق العمل الوطني هذا الحق بل وشدد من خلال بنوده على أهمية العمل على النهوض بالتعليم وتعزيز مفهوم الثقافة في مختلف المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال المناهج التعليمية والندوات والمحاضرات في مختلف نواحي الحياة ومنذ أن أعلن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ميلاد هذا الحدث التاريخي ووزارة التربية والتعليم أخذت على عاتقها تطوير رؤيتها لنظام التعليم بجميع تفرعاته ومد المناهج التعليمية بالثقافة اللازمة لإيجاد جيل واعي مثقف ومتسلح بالعلم النافع ليكون اللبنة الأساسية في بناء صرح التقدم والرقي بما يليق ومكانة مملكة البحرين على خارطة التعليم العالمي إن المتتبع اليوم لكل ما تقوم به مملكة البحرين من خطوات جادة في تطوير المسيرة التعليمية يجد أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وذلك من خلال إطلاق الكثير من المشاريع التعليمية لإيجاد كوكبة من الخريجين القادرين على بناء جيل يحمل على عاتقه أمانة بناء هذا الوطن ذكرى ميثاق العمل الوطني هو منهاج رسم خارطة طريق سارت على خطاه وزارة التربية والتعليم والتي استطاعت أن تلعب دورا محوريا على كافة الأصعدة بدءا من تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع رؤية الحكومة الموقرة وتوفير كافة عوامل البيئة التعليمية الناجحة التي تتوافر من خلالها أحدث سبل التكنولوجيا والمعرفة وصولا إلى أعداد الكوادر التعليمية وتأهيلها ضمن تطوير كلية البحرين للمعلمين إضافة إلى التوجيه الملكي السامي بتجشين مشروع مدارس المستقبل الذي طور أداء المعلمين ورفع من دافعية الطلبة نحو التعليم الحديث وصولا إلى برنامج التمكين الرقمي والذي شكل تحولا فريدا في مسيرة التعليم الإلكتروني بالمدارس ويأتي تفعيل التقنيات الحديثة وتدريسها بالمدارس والكليات والمعاهد كالذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني علامة بارزة ونقلة نوعية لتحقيق هذا الهدف ترجمة نانسي قنقر